في الأثناء وردنا خبر عاجل يتحدث عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فلادلفيا صلاح الدين بالكامل للمزيد حول هذا التطور ينضم إلينا من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشا أحمد حدثنا عن هذا التطور وماذا يعني بالنسبة للاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر الآن دين محور فلادلفيا بالكامل وهو المحور الذي يربط بين قطاع غزة وبين مصر عمليا سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الطريق أو على المحور الذي يخرج منه الغزيون من قطاع غزة هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي يتحكم الآن بمن يدخل وبما يدخل وبمن يخرج وما يخرج من وإلى قطاع غزة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي فهو ادعى العثور على عشرين نفقا تحت محور فلادلفيا أبلغ الجانب المصري بهذا الأمر والقاهرة تكون بعمليات فحص لهذه الأنفاق من غير الواضح أن كانت هذه أنفاق سابقة أو أنفاق حالية يجري استخدامها علما بأن مصر أعلنت أكثر من مرة خلال العقد الأخير عن القضاء على أنفاق بين قطاع غزة وبين مصر كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن العثور على أكثر من ثمانين فتحة نفق بالقرب من محور فلادلفيا بالإضافة إلى إعلانه العثور على عشرات الصواريخ بالقرب من محور فلادلفيا بعضها جاهز للإطلاق بحسب ما تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي فهناك محور واحد أو منطقة صغيرة لم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في محور فلادلفيا لكنه يسيطر عليها من ناحية المراقبة وهو بالتالي يراقب ويعرف كل ما يجري في تلك المنطقة من ناحية رمزية محور فلادلفيا ومعبر رفح بشكل خاص هي آخر نقطة تربط فلسطين التاريخية كل فلسطين التاريخية بأي دولة عربية كان يسيطر عليها فلسطينيون أراضي الضفة الغربية مع الأردن يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي يتحكم أيضا بمن يخرج وبمن يدخل من وإلى الضفة الغربية إلى الأردن الحدود الفلسطينية السورية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي الحدود الفلسطينية الأردنية أيضا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالتالي هذه النقطة الوحيدة قطاع غزة مع مصر التي كانت تاريخيا في كل فلسطين التاريخية خارج عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها الاحتلال الآن بحسب الاتفاقيات التي أبرمت بين مصر وبين إسرائيل بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 كانت هناك ترتيبات تتعلق بالجهة التي تسيطر على هذا المحور وهي جهة فلسطينية خالف الاحتلال الإسرائيلي هذه الترتيبات من غير الواضح كيف سيكون رد فعل لمصر خلال الفترة المقبلة لكن كانت هناك تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي مستعد للنظر في انسحابه من محور فلادلفيا إن وجدت هناك جهة فلسطينية ترغب بالسيطرة على معبر رفح أو على المحور بشكل عام لكن هناك تصريحات لمسؤولين إسرائيليين خلال الأيام الماضية منها بيان صدر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية الساعة الثامنة والنصف بالأمس يقول إن إسرائيل لن تنسحب من محور فلادلفيا وستبقى تسيطر على تلك المنطقة الاستراتيجية التي تصفها بأنها شريان الأكسجين لقطاع غزة بالتالي خلال الفترة الماضية كانت إسرائيل تدعي أن كافة الأسلحة التي تدخل إلى قطاع غزة تدخل من هذه المنطقة وإن السيطرة على هذه المنطقة ضرورية من أجل منع إدخال أي أسلحة إلى داخل قطاع غزة علما بأن هناك تقديرات منها لمسؤولين عسكريين إسرائيليين بارزين أحدهم رئيس شعبة العمليات أو إدارة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا وكان قائدا لفرقة غزة يقول إن الأسلحة التي تصنعها حركة حماس في القطاع لا تدخل كاملة من شبه جزيرة سيناء إنما تدخل عبر مكونات عادية موجودة ومنتشرة من معابر لقطاع غزة مع حدود إسرائيل وبالتالي يجري تصنيع الأسلحة داخل قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي على الأقر رسميا لا يرتفت لهذه الروايات ويصر على أنه وجه ضربة قاتلة لحركة حماس والفلسطينيين بالسيطرة على هذا المحور أحمد هذا التطور ما الذي رفقه من تفاعلات في الأوساط الإسرائيلية السياسية خاصة في ظل الخلافات المتصاعدة بين نتنياهو وخصومه الذين يكيلون له الاتهامات الآن بأن كل ما يقوم به هو عبارة عن زرع للأوهام بالفعل حتى الآن لم يصدر أي تعليق من المسؤولين السياسيين الإسرائيليين نظرا لأهمية هذا الأمر أولا لأنه يرتبط بالتصعيد مع مصر خلال الفترة الأخيرة بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن مسؤولون إسرائيليون استبقوا هذه التصريحات هذا الإعلان للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على محور فلادلفيا عبر إرسال رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خلال الأيام الماضية بضرورة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على محور صلاح الدين بشكل كامل والتوصل إلى ترتبات جديدة تتضمن أن يبقى الاحتلال الإسرائيلي مسيطرا على هذه المنطقة من أجل التحكم بقطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو رد على هذه الرسائل بالقول أنه يخطط للسيطرة الدائمة على محور فلادلفيا شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشا على كل هذه التفاصيل